معنا أم محمد من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا فانت من فضلك يا شيخ بس كنت عايزة أجمع حكم الدين في زوج يهجر بقته بالشهر والاتنين ويتقاد عن أولاده ويتعرف على واحدة متجوزة ويتطلقها من جزها عشان هو يتجوزها ده انت عملاله ده كده واحد عمل مجموعة من الكبائر مع بع لإني احنا عندنا اللي يخبب امرأة على زوجها يكونوا ملعونا وقف قصاد الكل ويقولهم كلكو على باطل وأنا على حق وأنا هعمل اللي أنا عايزة طيب بس واحدة واحدة خلينا نمشي واحدة واحدة بس احنا للوقتي انت بتقولي واحد بيوجر زوجته يعني هو ما بيسألش فيها ويسبها وما بيجيش جنبها وما بيصرفش على أولاده عشان بس يبقى بالمرة لا بيصرف على أولاده ويقول لها انت قاعدة هنا تخدميني بفلوس لا هو الكلام ده كلام مش حقيقي والكلام اللي دوت لو بتعود الرجال يقولوا في السنتهم ده كلام فارغ وكلام لا يجوش شرعا لا يجوش شرعا ان الزوج يقول لزوجته انت موجود عشان تخدميني بفلوسي لا اتكلام ده مش حقيقي احنا الجواز ده محل العشرة الحسنة محل المواد ده والرحمة محل الان اتنين يعيشوا مع بعض كحبيبين كمقبلين على الله سبحانه وتعالى ارجو ان انت تكون سمعاني يا محمد حتى لو اترفون اغلق انت بقى يا زوج ام محمد اتق الله في نفسك اللي انت بتعمله ده من الصحيح انت لو فعلا انت روحت وطلقت الست دي من جوزها فانت خببتها على جوزها فانت عملت كبيرة ولا عزو بالله انت افسدت اسرة وافسدت امرأة وانت اصلا الناس اللي بيعملوا كده فقالبا ما تفشل حياتهم الزوجية عارف ليه تفشل حياتهم بعد كده عارف ليه لان في الحقيقة ولما بيعمل كده ما بيسقش في هذه المرأة اللي هي ثابت جوزها واولادها عشان تروح لواحد تاني فلذلك اتق الله سبحانه وتعالى ولا تفسد حياة الناس ولا تفسد حياتك اولادك هيقولوا ايه عليك لما يسمعوا ان ابوهم عمل المعاصي دي وعمل الكبائر دي عمل كبيرة انه هو تخلى عنهم وعمل كبيرة كمان انه هو افسد امرأة على زوجها فاتق الله سبحانه وتعالى وهذه ليست حياة هذا نوع من انواع الظلام نوع من انواع القائل نفس في التهلكة الحياة اللي فيها الانسان بيخطف زوج الده وبيرمي زوجته وبيعمل كده ده بيتحول ان فيها الانسان الى وحش كل اللي عمه ان هو يصل الى شهوته ويلتهم لحم الاخرين بدون النظر ولا دون الانسانية ولذلك الله سبحانه وتعالى امرنا وجعلنا ناس لابد ان نعيش بالرحمة ولذلك جعلنا طول الوقت ننظر الى الناس على انهم لهم حرمات ولذلك اتق الله سبحانه وتعالى في عرض اخيك واتق الله في عرضك انت كمان انت تسأل او ما تسأل عن اهلك وما استرعاك الله سبحانه وتعالى فاتق الله سبحانه وتعالى القلب والضياع والشتات فاتق الله سبحانه وتعالى في نفسك وعد إلى ربك واستغفر الله سبحانه وتعالى واخرك من كل هذه المعاصي وتوب إلى الله